المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله الصباح حكم بكل خير أهلا ومرحبا بكم في حلقتين جديدة من خطوط عريضة لهذا اليوم الاثنين مع صحف الخرطوم مصادر هذا الصباح والعديد من الموضوعات والملفات مرحبا بكم مشاهدين الأعزاء مرحبا بضيفنا داخل الستوديو الأستاذ عبد الماجد عبد الحبيد رئيس الحديد صحيفة مصادر مرحبا بكم صباحا فيه سلام مرحبا أهلا بكم أيها الأعزاء ونستهيلك المعتاد بقراءة لأبرز عنوين صحف الخرطوم أصادر هذا الصباح في صحيفة السوداني أثيوبيا شركاء مع السودان في السراء والدراء أثيوبيا علاقتنا مع السودان هي الأفضل في أفريقيا في صحيفة الرأي العام غندور تحركات الجيش في الشرق تحسبا للمعارضة لا ضد الدولة بعينها غندور لدينا معلومات أن هناك من يحاول إيذاءنا إلغاء الزيادات على تعرفة كهرباء قطاع الدواج اجتماع طارئ لوزراء القطاع الاقتصادي بالبرلمان اليوم فريق أممي جماعات دارفورية متبردة تعمل مرتزقة في ليبيا في الانتباه أثيوبيا مع السودان في السراء والدراء وصول تعزيزات عسكرية إلى كسلة رفع سعر الصحيفة إلى خمسة جنيهات أديس أبابا مسألة سد النهضة تخضع لاتفاق المبادئ الحكومة تعلن التحسب لتطورات عسكرية في الشرق قوات الدعم السريع تصل كسلة في صحيفة مصادر وزير الإعلام الحديث عن حل الحكومة أمان وأحلام رسالة البشير من ديسالي وزير الخارجية الأثيوبي سنتعابل مع التهديدات على الحدود الشرقية بالحوار فريق دولي يوصي بإلزام ليبيا وجوبا بوقف دعم متمردي دارفور في صحيفة الصيحة أنظر الحشود العسكرية في الشرق تحسبا لأي طارق تعطل الحركة الصادر ببور سودان لانعدام الحاويات الفارغة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان تنفي الانهيار الاقتصادية الآلية تعلن استئناف التفاوض حول دارفور والمنطقتين في صحيفة الأخبار أربعة عشر وزيرا يمثلون أمام البرلمان اليوم بشأن الغلاء انظر جهات تستهدف أمن السودان بالشرق سنكشفها في حينها المبعوث البريطاني الخاص يزول الخرطوم يناير الجاري أعداد كبيرة من قوات دعم السريع تصل إلى ولاية كسلة في صحيفة أخبار اليوم البشير يتسلم رسالة من ديسالين وانظور يلتقي نظيره الأثيوبي بالخرطوم وانظور لا نتحدث عن حشود دولة بعينها ولكن عن مهددات أمنية في الشرق أفورغي يتهم أصحاب مصالح بمحاولة جر السودان وإيرتريا للصدام ولاية الخرطوم تنفي وجود أي اتجاه لزيادة تعريفة المواصلات في صحيفة المجهر السياسي في أول سابقة قضائية 30 عاما على أكبر تاجر مخدرات بدارفور يعقاد بجلس شورى المؤتمر الوطني القومي الجمعة وفي الأهرام اليوم الحكومة تكشف عن مهددات تستهدف أمن السودان اتفاق سوداني أثيوبي لمواجهة تحديات وبناء استراتيجية لحماية الحدود فوز سقور الجديان على غينيا في بطولة الشعن وفي صحيفة الوفاق بعد توصية شورى الخرطوم قوان سياسية وطرق صوفية يدعمون ترشيح البشير الانتخابات 2020 غندور خيوط تشير لمهددات تستهدف أمن السودان ونتحسب لأي طارق الحركة الإسلامية تدعو عضويتها للنزول إلى المواطن وحل مشاكل الاقتصادية في ألوان غندور تحركات الجيش في الشرق تحسبا لأي تطورات الحكومة ترسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود وكسلة تحيي الدعم السريع أنعقاد ميليس شورى المؤتمر الوطني بالجمعة مرحبا بكم أيها العزاء إلى خطوط عريضة لهذا اليوم نستهل من صحيفة السودان وعليها أثيوبيا علاقتنا مع السودان هي الأفضل في أفريقيا أكد وزير الخارجي الأثيوبي وارغيني جيبيو أن بلاده شريكة مع السودان في السراء والدرام مشيرا إلى أن علاقات البلدين هي الأفضل في أفريقيا في وقت كشف فيه وزير الخارجي عن محاولات لإيذاء السودان من حدوده الشرقية ليست لدولة بعينها وسيتم توضيح تفاصيل المحاولة في الوقت المناسب مرحبا بك أستاذ عبد المعيد عبد الحميد ونستهيل بهذا الخبر وزيارة وزير الخارجي الأثيوبي إلى السودان وتأكيدات السودانية الأثيوبية بأن العلاقات هي على خير ما يرى مرحبا أولا شكرا على استضافة الملاحظة في زيارة وزير الخارجي الأثيوبي الأمر الأول هو أنه استصحب معه بهذه الزيارة محمد برير وهو أحد الرموز الخارجي الأثيوبية وهو سفير سابق لأثيوبي في القاهرة وهو أحد أهم العناصر التي ظلت منذ فترة طويلة جدا جدا في نقاش مستمر مع النخبة المصرية حول قضية صد النهضة كان أحد أبرس الأصوات نعم التي ظلت تتحدث مع المصريين حول ضرورة أن يكونوا لك حوار واضح في قضية صد النهضة ومحمد طعا مسلم ملتزم وأحد الذين تحدثون لغة العربية في طلاقة وهو أيضا مسؤول ملف دول الجوار والإيقاد في الخارجي الأثيوبي هذا يعني أن الزيارة تأتي في معية زيارة الخارجية ومعه حزم من المعلومات في تطورات أخيرة نعم حديث وزير خارجية أن علاقتنا مع السودان في الصراء هذا يعني أن هناك اتفاق مبدئي في أن صد النهضة يمكن أن إذا إرتضت مصر من البداية أن يصير الأمر في الحبار يمكن النقاش حول أن الجميع يكسبون من قضية صد النهضة لكن عندما تعسرت المفاوضات وضح جليل أن السودان وإيثيوبيا لديه مرؤية واضحة لقضية صد النهضة أن يمضي البلدان في اتجاه التأكيد على المصالح المشتركة بين البلدين دون أن يكون ذلك خصما على مصر وغيرها من الدول في قضية صد النهضة أما في الضراء هذا يعني أيضا أنه أي تهديد للسودان تلقائيا أنه يعني تهديد لإثيوبيا ونعاك تذكر أن الأخ الرئيس عندما زار إثيوبيا مؤخرا قال بأنه أي تهديد لأمن إثيوبيا هو تهديد لأمن السودان وأيضا بادلوا الرئيسة بفزراء إثيوبيا ذات العبارات هذا يعني أنه الأزمة الحالية نفسها السوى الرئيسي فيها هي قضية صد النهضة لأنه ليس لا توجد أي أسباب موضوعية لمصر ولا لغيرها لتحريك أعوال الثقاف في المنطقة الذي يرى أن مصر ألادت بهذه الزعزع كلها ترسل رسالة إثيوبيا عبر السودان بأننا يمكن أن نؤذي إثيوبيا إنها استمرت في التفاوض مع السودان والقبول أيضا لموقف في طراو مصر مهادي للسودان ومراعي لمصارع السودان وخصم العلق أخرى نعم نبقى في ذات هذا الشأن في صحيفة الرأي العام غندور لدينا معلومات أن هناك من يحاول إيذاءنا قال وزير الخارجية بروفيسور إبراهيم غندور أن هناك تهديدات تستهدف أمن واستقرار سودان مشيرا إلى تحرك بعض قوى المعارضة على الحدود الشرقية وقال إن القوات المسلحة حركت جزءا من قواتها لأي تطورات يمكن أن ينتج عنها أي تأثير سلبي على أمن وسلامة السودان وعفاد غندور خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه بنظير الإثيوبي وارجينة جيبيو أمس أن السودان لم يتحدث عن الحمشودة عسكرية تقيمها دولة بعينها على الحدود ولكنه يتحدث عن تهديد لأمنه من الشرق إذن نحن نعلن عن وجود هذه الحدود دون كما صرح وزير الخارجي أن يسمي لمن تدبع هذه الحشود طبعا في السياسة أحيانا ليس كل ما يعلم يقال والبروفيسور غندور أراد أن يقول بلسان دبلوماسي أننا لن نرفع صوتنا في هذا المراحل لكننا بكل تأكيد نتعال بجدية مع التهديدات أن يحرك السودان جيشه وتجاه الحدود وأن يغلق الحدود هذا أمر أن السودان لديه معلومات مؤكدة عن تحركات الجانب المقابل والأمر ربما بهذه الحشود كان الغرض منه أيضا إرسال رسالة مباشرة إلى مصر برووفيسور غندور كان دبلوماسيا بحديث أننا سنكشف عنها في الوقت الماضي لكن تلقائيا نكشف عنها ما الذي يحرك الجمعة الشرق؟ لا تحركها إلى مصر ما يقصد تحركها بدعمها لقوات المعارضة محاولة جمع هذه القوات إذا كانوا معارضة الإثيوبية والسودانية ومحاولة التلسيق مع إيرتريا لفتح المعسكرات من المستفيد من كل هذه الزعزع؟ المستفيد منها مصر ولذلك السودان ليست لديه مشكلة واشرة مع إيرتريا ليست لديه رغبة في التقصيد مع إيرتريا لكنه دائما يحاول أن يرسل الرسالة لمنهم دون إيرتريا دون إيرتريا في هذه المراحل هي مصر وبالتالي الحديث مباشر مع مصر مصر هي التي حركت هذه المنطقة وساعد إلى زعزعة هذه القضية ويمكن للسودان يقول بصراحة الآن أن مصر تهدد أمننا القومي بمحاولة زعزعة استقرار المنطقة واللجوء أيضا إلى أسريب مرفوضة دوليا في محاولة حل خلاف وديو دبلوماسي وخلاف اقتصادي كان من المفترض وهذا المفروض أن يحل داخل الغرفة المغلقة وداخل اللجانة الفنية المتعلقة بصد النهض لا أن تجي مصر إلى محاولة فتح معسكرات تم إغلاقها منذ سنوات طويلة جدا في سبب أن ترسل رسالة عبر السودان إلى إيثبيا نعم ودعنا نبقى في ذات هذا الولف أيضا في صحيفة الانتباه قوات الدعم السريع تصل إلى كسلة يقول الخبر أعلنت الحكومة وصول تعزيزات عسكرية من قوات الدعم السريع إلى كسلة أمس وقال والي الولاية أدم جماعين القوات تمثل إسنادا للولاية وحماية الحدود والاقتصاد والمجتمع ووصف عند استقباله لا عند مدخل المدينة بأنها قوة ضاربة وصمام الأمان لتصدي لأي عدوان يتطاول على السودان إذن السودان يرسل بهذه القوات الضاربة إلى شرق السودان لحماية الحدود أمر طبيعي سودان حتى قبل هذه التهديدات لديه مشاكل كثيرة في شرق السودان قد يتعلق بتهريب البشر تهريب السلع السودان حتى يعني عجبتني أن أقول لأحد الأخب أنه حتى الطعمية ترسل تهرب طازية إلى أو دافع إلى الداخل إذا كان عبر الحدود يتم تهريب البشر يتم تهريب البضايا يتم تهريب أحيانا بعض الممنوعات جاء إلى هذا أيضا تحدي جديد أنه مصر تحاول أن تزعزي على المنطقة في مصر ساعة مباشرة جدا جدا تجند القبائل المحاذية إلى شرق الحدود مع السودان وهي قبائل أثيوبية لها سحنات السودانيين مصر زعت إلى محاولة إحياء المعسكات التي ماتت من قبل إذا كان حركة شعبية جبهة الشرق مجموعة دريج مجموعة كثيرة جدا حاول أن تحرك ولم يعسرنا الآن في العالم أن مثل هذه الإجراءات العسكرية يتم الغرض منها أن تسر رسالة سياسية للطرف الآخر في صندوق زخيرة فالسودان أخذ الأمر بجدية تماما وأرسل الحشود إلى المنطقة بالانتظار ما يمكن أن يحدث نعم إذن نحن نرسل هذه القوات لحماية الحدود ونتحسب لأي تعابل عسكري مع هذه القضية وبالتأكيد السودان يستطيع دائما أن يحمي حدود ولكن دعنا نتحدث عن الدبلوماسية يعني أين هي من هذه القضية نحن مستعدون عسكريا ولكن هل يمكن بزل أي جهود دبلوماسية لحل القضية وأين الآليات الأفريقية لنزع فتيل أي أزمة يمكن أو أي نزع فتيل أي احتكاك عسكري ربما بين هذه الدول في هذه المنطقة أين الآليات الأفريقية والآليات الاتحاد الأفريقي للبروفيسر حسب مكي مقولة رائعة وتحدث أن مصر حاولت أن تتعامل مع السودان بدبلوماسية البواريج وأيضا مصر أراد أن تتعامل مع السودان بدبلوماسية المخاورات ولذلك في ظل هذه الظروف يمكن للسودان أن يفعل شيء الشيء الأول أن يجهز الاستعداد الداخلي بالنسبة له كدولة هذا أمر طبيعي جدا أن يعشد قواته أن يوصل إلى الحدود أن يعلن التعب هذا أمر مقبول داخليا ولا يستطيع أن يلوم على ذلك تحركات الجيش السوداني هذا الحدودي أمر طبيعي تحرك من الشرق إلى الغرب من الشماء إلى الجنوب هذا أمر طبيعي لكنها جاءت في الظروف غير طبيعية هذا يعني أن السودان أحيانا السونك البندقية وصندوق الزخيرة والمدفع يعني يكون أحد الروافع الأساسية لدبلوان سيطة التفاوض أنا أفاوض مصر مع العلم بأنني قوي السيوبية نفسها عندما شعرت أنه هناك عدو خاري يتهدد ماذا فعلت أولا أفرغت كل السيوبنا المعتقلي عملت على تسوية أوضاعها أولا المسجنين السياسية وأغلقت هذا الملف حتى تتفرغ لمواجهة القادم بجبهة داخلية موحدة نحن ليس لدينا مشاكل كثيرة ربما على الصعيد السياسي لدينا مشاكل ربما تعلق بجاهزية قواتنا على مستوى الحدود نحن ذهبنا بالقوات إلى مستوى الحدود ولم نغلق في ذات الوقت الملف الدبلوماسي لأن من الذي دعاننا لهذا الذي دعاننا لهذا أن مصر تركت حدنا الدبلوماسية وذهبت للصندوق الزخيرة عاية أيضا نعيد صندوق الزخيرة ونبقي باب الدبلوماسية مفتوحا إذن يعني يمكن بذل جهود دبلوماسية ويمكن تحلل القضية بعد أن رددنا على مثل ما فعلوه من حشود عسكرية نحن أيضا يعني أظهرنا قوتنا وما لدينا يعني لدينا المزيد من الإساحة ليس للسودان أي مصلحة الآن في خوض حرب بعد الحدود نعم هذه قناعة لكن إذا أدبرت أنت على خوض معركة ماذا تفعل؟ ستخوض حتى النهاية مهما كانت التبعات لأنها قد تعلق بأمن قوم من البلد نعم ليس لدينا مصلحة في خوض حرب لدينا تيارب مريرة في قضية الحروب واضطررنا إليها أما إذا إذا اضطررنا إليها مرة أخرى أيضا سنخوضها بأعانف مما كان هذه قضية طبيعية نعم هل ألا يمكن أن نفذل أي جهود دبلوماسية مع إيرتريا باعتبار يعني أراضيها تستخدم لهذه المسألة هل يمكن نفذل جهود دبلوماسية معها يعني ننهي هذه المسألة على السودان وهذا ممكن رأي يقول به كثير جدا جدا أن لا تجعل دائما في قضية السياسة الخارجية لا تجعل الآخرين يحددوا لك مدان المعركة نعم ليس من مصلحاتنا على المدرسة التلاتية أن نخوض حرب مع إيرتريا لا ليست لدينا أي مصلحة أن نخوض لكل لدينا قلاق مع إيرتريا السودان سعى منذ فترة طويلة جدا جدا لتصفير مشاكله الحدودية انتهينا مشكلتنا مع تشاة لهدى نجفها مع ليبيا مع أفريقيا الوسطى مع كينيا مع يوغندا مع جنوب السودان ليست لدينا مصلحة أن نخوض حرب مع إيرتريا ولا أن نكون هنا قلاق مع إيرتريا فعلينا أيضا أن نتحد أن نطفاء يعني على المدرسة التلاتيجي ليست لدينا مصلحة ولا رغبة للسودان في أن يخوض حرب مع إيرتريا ولا تكون علاقته متوترة أنا على قناعي أنه أعلاقة السودان بإيرتريا ستعود أفضل من المكان والدليل على ذلك أن أثيوبيا نفسها أرسلت الرئيس الوزير خارجي الرئيس الوزراء إثيوبيا اليوم سيكون في القاهرة لماذا سيوضي فيها أكثر من ثلاثة أيام لأن أثيوبيا برغم غلافها الكبير مع مصر تريد أن تحل القضاء على المدى البعيد بالحل الدول الماضي سيبقى نحن على مستوى الجار جار إيرتريا لدينا الكثير جدا جدا مما يجمعنا الذي حدث هناك عدو خارجي تدخل محاولة إشعال هذه المنطقة وعلى أن نفود على هؤلاء هذه الفرصة لكن إذا اضطرنا إلى أن نلجأ إلى الدول الماضي أخرى سنلجأ لأنه ليس أمامنا خيالات كثيرة نعم وننتقل إلى صحيفة مصادر وعليها فريق دولي يوصي بإلزام ليبيا وجوبة بوقف دعم متمردي دارفور أوصى فريقه خبارة خاصة بدارفور مجلس الأمن الدولي بحس الدول الأعضاء خاصة ليبيا وجنوب السودان على الاتزام بمنع التمويل أو توريد الأسلحة والعتاد للحركات المتمردة في دارفور ورفع الفريق المعني بالسودان والمكون في العام 15 و2000 تقريره النهائي لمجلس الأمن الدولي أواخر من المعلومات مثيرة حول الأوضاع وتطورات في دارفور وارتباطات الصراع المسلح الإقليمي وتحدث التقرير عن اتجاه جمعات دارفورية متمردة للعمل كمرتزقة في ليبيا بغية الحصول على منافع نقضية خاصة بعد توجس الليبيين من خوض المعارك إذن السودان أيضا يتعرض لهذا الدعم الذي تقدمه ليبيا وجوبة لحركات المتمردة في دارفور وقصة هذا انقلاب انقلاب في تعامل المجتمع الدولي مع السودان انقلاب الآن لظلنا لفترات طيولة جدا جدا ندفع ثمنا غاليا بنحياز المؤسسات الدولية ضدنا الآن أن تأتي هذه المؤسسات وتقول بالصوت العالي إنها تطالب من دولة جنوب السودان ودولة ليبيا أن تكفى عن دعم هذه الحركات وتقر أيضا بأن هناك تحول في هذه الحركات تحول إلى مرتزقة هذا يعني أن السودان كسب أراضي جديدة فيما تعلق بحل قضاياه الإقليمي وقضية دارفور تحديدا والتي وضح جليل الآن أن المجتمع الدولي كله زيزها في اتياه محاولة تهديئة مشاكل دارفور والخروج من نفق الصراعات التي كان يغزيها نفسه ومجتمع نفسه يعني قبل أربع خمسة عام كانت الأمم المتحدة هي الأداء التي تغزي قضية دارفور الآن بصورة موضوعية تقول يعني تطلب من دول أخرى أن تكف عن دعم الحركات المسلعة على مستوى جنوب السودان أو ليبيا هذا تطور مزهل في العلاقات في الرؤية المؤسسة الدولية لقضية دارفور والأمل أيضا أن يمتد هذا القناة وتتحول أيضا إلى أفعال ليس إلى أقوال لأن المؤسسات الدولية كلها توقن تماما أن قضية دارفور مصطنعة قضية دارفور مصنوعة قضية دارفور تم دعمها وتم إشعالها منذ فترات طبيعة جدا عليهم الآن يساعدون جميعا في إخماد الحريب بالحديث عن الأفعال هل تتوقع أن تستجيب ليبيا وجوبة لهذه المطالب وتتوقف بالفعل عن دعم هذه الحركات المتبريدة ليس بعد لأن ليبيا لديها تحكم مجموعات مختلفة تحكم إرادات مختلفة الأصابع المصرية موجودة في ليبيا مدامة الأصابع المصرية موجودة في ليبيا ومؤثر على مجموعة حفتر وحتى الواقع الليبي واقع رخو ومفكك ليس لا تجي الدولة حقيقة قابضة على الأوضاع هي مجموعة محاور دولية مجموعة كورو الضغط وهي لعبة في المنطقة فليبيا لن تقف قريبا جنوب السودان أيضا هناك غيات تام للإرادة المركزية القابضة على الحدود وذلك ممكن نستمر هذا الوضع حتى أشعر آخر نعم نعم إذن نغلق هذا الملف وننتقل إلى الملف الاقتصادي ونستهيله من صحيفة الصيحة استدعاء وزراء القطاع الاقتصادي بالبرلمان مجددا اليوم تستدعي لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس الوطني في اجتماع مغلق اليوم الإثنين وزراء القطاع الاقتصادي لمناقشة قضية ارتفاع أسعار السلع وتدهور الوضع الاقتصادي بالبلاد لا سيما سعر الصرف الذي يؤثر بدوره على الأسعار في السوق طبعا هذه الأيام يعني ارتفاع الأسعار هو الصوت الأعلى في الساحة السودانية استدعاء وزراء القطاع الاقتصادي في البرلمان هل تعتقد أنه يمكن أن نشكل فارق في هذه المسألة لن نشكل فارق بسيط نعم هو أنه يعني هذا ليس وقت الأقوال وهذا وقت الأفعال البرلمان بكامل عضوية وكامل وكامل أجازة أجازة الموازنة نعم انتغلنا بمراحة إجازة الموازنة لتنفيذ الموازنة ما الذي حدث تتصاعد الأسعار يستفترضنا يهوأ في صحب أخرى أن هنا 14 وزيرا سيمصلون أمام البرلمان افترضنا مسل المجلس الوزارة كله أمام البرلمان لن تحفظنا المشكلة القضية لا تحتاجي لأي لأن يمصل وزير أمام مع كامل التقدير واحترام للبرلمان ولليان البرلمان القضية تحتاجي الآن إلى تدخل مباشر من الدولة فجلسة مختلفة لوقف تصاعد الأسعار نحن الآن أمام مواجهة جديدة مع الدولار الذي يقفز الآن في مستوى الخمسة وثلاثين وقلنا من قول أنه الخبير عبد الرحيم حمدي حذر من أن يصل الدولار إلى خمسين إذن نحن أمام واقع لا يحتمل كثير الكثير الكلام ولا شهية الطعام هذا هو واقع يتطلب جراحة أقوى من الاستدعاء أقوى من الاستدعاء لأن الاستدعاء وحده لن يكي ماذا يحدث إذا استدعت اللجنة البرلمان هذولا الوزراء وقالوا لا والله نحن فعلنا فعلنا لن يحدث المشكلة الأسعار تتصاعد هناك انفلات في السوق هناك تدهور واضع جدا جدا في غيمة الجنين هذه قضايا لا يحلها استدعاء أي وزير في البرلمان لا يحلها حتى استدعاء رئيس الوزراء نفسه قضية تحتاج إلى جراحة أكثر تعتقد أن الجراحة تتمثل في ماذا يعني هل يعني ربما تغيير الحكومة بكاملها ما الذي يعني ما هي ملامح هذه الجراحة الذي يحتاج للقتصاد السوداني أختي العزيزة المؤتمر الوطني كحزب حاكم عليه أن يتحمل تبعات هذا المرحلة جيدا الأمر يحتاج إلى تنسيق كامل عبر أجهزة السياسية وعجزة التنفيذية ومستويات الحكمة السلاسة ذكا على مستوى رئاسة الجمهورية مجلس الوزراء والمؤتمر الوطني كحزب حاكم أنا مع كامل التقديل لكل القوى السياسية الأخرى لكن الفاعل السياسي الأساسي في هذا القضية هو المطورة وكحزة الأخرى إذا لم تحزم هذا المسلس رئاسة الجمهورية قصر المجلس الوزراء والمؤتمر الوطني كحزب معني مباشرة بغضايا الناس أمرهم لمواية هذا القضية سنكون أمام واقع يصعب جدا فكشفرته في الوقت الراهن تحدثت تحدثت العديد من التقارير أنه رئاسة الجمهورية تدخلت عدة مرات رئيس الجمهورية تدخل وعقد العديد من الاجتماعات بشأن الاقتصاد في الأيام الماضية آليات لضبط سعر الصرف وغيره كرئيس الجمهورية ورئاسة الجمهورية تدخلت ويعني في إشارة واضحة لأنه يعني رئاسة الجمهورية تولت هذا الملف بنفسها هل تعتقد أنه الأمر الآن في يد رئيس الجمهوري باعتباره هو رئاس الدولة وأيضا هو رئيس المؤتمر الوطني هل هو الذي يجب أن يتخذ الآن هذه القرارات والذي عليه أن يقوم أو يقود آلية ضبط الأسعار وضبط الاقتصاد السوداني نحن 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 تاريخية يعني الرئيس الجمهورية هو المسؤول أمام الله ورسوله عن الشعب السوداني عن أي امرأة عن أي طفل يجوع عن أي أسرة تبيت بلا طعام عن أي منطقة لا تتوفر لها حقيقة الحل الأساسية هذه مسؤولية رئيس الجمهورية أمام الله ورسوله هذه أمانة ولذلك أمر طبيعي جدا أن يتدخل رئيس الجمهورية لمحاولة معارقة المشكلة هذا أمر طبيعي لكن السؤال الذي يزعجنا جميعا هو لماذا ظلت هذه المؤسسات تنتظر دائما أن يبادر الرئيس الجمهوري لاستدعى وحل المشاكل هناك مؤسسات إذا كان مستوى مجلسة الوزراء حكومة بكاميلة لماذا ننظر جميعا من رئيس الجمهورية أن يعقل اجتماع لمناقع قضايا الصحة اجتماع لمناقع قضايا ارتفاع الدولار اجتماع لمناقع قضايا الصحة أين مؤسسة الدولة الأخرى الرئيس أرهق دائما نتحدث بصراحة رئيس الجمهوري أرهق يرهق شري جدا جدا من مناقع التفاصيل الأشياء التصادي في البلاد فالأمر يحتاج كما قلت من قبل قليل إلى انتفاضة داخلية تعيدنا أيضا إلى مزيد من الإحساس بالمسؤولية لا نتفرج أنا يعني أتعجب كثيرا جدا حتى مجموعة الواتصاب عدد كبير جدا والرموز المؤتمر الوطني ومسؤولين في مواقع كثيرة جدا يتناقشون مع الناس كأنهم لا علاقة لهم بالأمر إذا كان دائما أحيانا حتى المسؤول نفسه يصاب بدهشة عندما تسأل عن بعض المعلومة فهذا يذكرنا بالمقولة الشهيرة كلكم تبكون ومن سرغ المصحف نعم نعم في كل الدول لاحظنا بأنه يعني حينما يكلف شخص ما بقيادة الحكومة أو تشكيل الحكومة يكون هو رئيس الوزراء وبقية الوزراء هو يقود العمل الاقتصاد ويقود كل العمل في الدولة هل تعتقد أنه يعني منصب رئيس الوزراء هذا تم استحداثه بصورة يعني يعني ربما ليس لديه الكثير من الصلاحيات أو ما الذي يعيق عمل هذه الحكومة والقضية طبعا ربما تكون فيها أيضا جوانب أخرى تحميل كامل المسؤولية للرئيس الوزراء ربما يكون فيه تجنع على طريق بكر حسن صالح نعم المسؤولية تضامنية هذا كان حتى على مستوى رئاسة الجمهورية مستوى رئاسة الوزراء حتى حكومة الوفاق الوفاق الوطني الحكومة الحوار الوطني نعم والتي ظل بعض وزراء يتفرجون على الساحة كان الأمر لا يعني القضية كما قلت أكتل عزيزة تحتاج إلى مراجعة جدية إذا كان مجلس الوزراء غير قادر على مواجهة قضايا الدولة فليذهب ما الذي مشكلة يعني لا توجد مشكلة نعم لكن الأمر يحتاج إلى مراجعة أخرى أكثر من قضية أن نلقي باللائمة فقط على مجلس الوزراء هناك ضرورة قصوى لمعالجة قضية عدم الاهتمام من مؤساة كثيرة أخرى للدولة لا نلقي باللائمة فقط على جهة دون غير